اشتركوا في القناة في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَى لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليم كثير إلى يوم الدين معنا في هذه الساعة المقطع الأخير من هذه السورة العظيمة وعادة في سور القرآن أن افتتاحها وختامها له شأن يختلف عما بينهما فدائما ما يكون المطلع يتعلق بمقصود السورة والختام يتعلق بما ينبغي أن ينتبه إليه قارئ القرآن من هذه السورة أي ما نستطيع أن نعبر عنه بزبدة ما تلوت من هذه الآيات العظيمات فيأتي آخر السورة كخلاصة لك إذا فهمت ما سبق فهذا هو المطلوب منك أن تستجيب له أن تمتثل لأمره أن تترك نهيه أن تعتني وتهتم به فهكذا ما يكون عليه الأمر في كثير من سور القرآن وأوضح لك هذا بمثال فيما يتعلق بسورة البقرة فإن شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله قال إن آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة قال إن آخر آيتين من سورة البقرة قد تضمنت كل ما جاءت به آيات سورة البقرة كاملة وهذا صحيح من تأمل السورة كاملة ونظر في هاتين الآيتين العظيمتين والتين خرجت من كنز تحت العرش سيعلم أن ما في هذه الآيات في ختام سورة البقرة إنما هو خلاصة وزبدة ما جاء في تلك السورة الطويلة العظيمة كذلك بالنسبة لسورة الكهف فإن الله عز وجل لما ذكر الفتن وذكر الوسيلة للنجاة من هذه الفتن وذكر ما يتعلق أيضا كذلك بالحسنة العظمى التي فيها المحو لكل السيئات التي يتلطخ بها الإنسان والفتن التي يواقعها ذكر هنا في ختامها ما أنبهتك عليه وهو أعظم فتنة يخشى على كل أحد أن يقع فيها فقال سبحانه وتعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء الله عز وجل يخاطب الذين كفروا الآن هل ظن أولئك أنهم يستطيعون أن يضلوا عباد الله عز وجل ومن اصطفاهم سبحانه وتعالى بهدايته ونوره هذا لا يكون أبدا فمن هدى الله لا تضله الشياطين فإن الأمر بيد الله لا بأيديهم فلا يمكن هذا الحسبان فإن ضل أحد من الناس فإنما ضلاله لأجل أنه ليس من عباد الله الذين اصطفاهم الله فمتى ما وقع إنسان في ضلال وجرته الشياطين إلى ما تريد فاعلم أنه إنما وقع في ذلك لأنه لم يكن بينه وبين الله ولاية أما لو كان من عباد الله ومن أوليائه سبحانه أبدا لا يتركه الله عز وجل للشياطين من الجن أو الإنس فقال هنا سبحانه وتعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء هذا لا يكون أبدا ثم قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا فإن هؤلاء الكافرين نزلهم جهنم ومن كان هذا نزله ليس بأهل أن يكون له من السلطة على أولياء الله ما يظنه الناس أبدا ولذلك قال الشيطان في خطبته المشهورة في سورة إبراهيم قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا إيش أن دعوتكم فاستجبتم لي أبدا لم تكن هناك ولاية من الشيطان عليكم ما كان هذا ولكن الشيطان دعاكم فأنتم الذين تسببتم في فصل ما بينكم وبين الله وبين عباد الله من ولاية تكون سببا للحفظ والحياطة من الشيطان فجرى ما جرى ولذلك نبه الله عز وجل هنا على أن من ضل إنما يضل بسبب بسبب عمله بسبب جهله بسبب أنه هو أراد الضلال لنفسه إما إرادة أي رغبة وإما إرادة فعل وإن خالف هذا الفعل تلك الرغبة فبعض الناس يضل مع أنه عرف طريق الحق وله رغبة في سلوك طريق الحق ولكن غلبته نفسه وهواه فضل عن طريق الله فمن كان كذلك فهذا الذي يسلط عليه الشيطان أما من عداه فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان أبداً فتنبه لذلك سلمك الله فإن شعرت من نفسك أنك إن جررت إن زلقت في طريق الشيطان فارجع لنفسك فإن الولاية بينك وبين الله قد تصرمت فعد بحبالها إلى الله وأبشر بعد ذلك أن الله لن يتركك للشياطين أبداً ثم قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً وهذا تنبيه على مضمون الآية السابقة أن بعض الناس يظن أنه من أولياء الله وهو من أولياء الشياطين يظن أنه من أحباب الله وهو عدو من أعداء الله يغتر بنفسه أنه من آل فلان أنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذا وكذا من آل بيت علم أنه لأي سبب من الأسباب فيأتيه الشيطان من هذا المدخل فيقول له أنت لا عليك أنت قد ولدت ولياً حينما خرجت للناس خرجت إماماً يزين له نفسه وعمله فيخدعه بهذه الكلمات فمثل هذا يخرج من ولاية الله إلى ولاية الشياطين من دون أن يشعر وهو الذي ذكره الله عز وجل مباشرة في الآية التي تلي هذه حينما قال قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً يا رب من أخسر الناس عملاً قال الله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً هل هناك أضل من هذا؟ أخسر من هذا؟ أعمى من هذا؟ رجل يظن أنه في نفسه من المحسنين أنه من المقربين إذا حدث نفسه بينه وبين خلجات قلبه بدأ يتيه في نفسه وأنه على كذا وكذا من الصلاح والتقى ثم إذا نظر في حقيقة نفسه وجعل كتاب الله مرآةً لها تبين له أنه شيطان مريد فيقول الله للناس هل أخبركم من أخسر هؤلاء؟ ذاك الذي يظن أنه محسن وهو مسيء يظن أنه على خير وهو على ضلال يظن أنه مهتدي وهو مبتدع يظن أنه على الطريق وهو قد ضل الطريق مثل ماذا يا رب؟ الله بين هنا فقال سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فنا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هذا صنف منهم صنف من الناس في كفره وشركه ويظن أنه قد عرف الحق ووصلا إلى الهدى الذي يريده الله عز وجل له فهذا صنف من الناس على كفر ويكابر في كفره مع أن دلائل الإيمان ودلائل ضلال الكافر في كفره ظاهر بين لكل أحد فإن الكافر حينما تخاطبه فأنت تخاطبه بالدليل الذي يدركه من أنار الله شيئا من بصيرته فإن الكافر إما أن يكفر بوجود الله فيكون ملحدا وهذا إنما يسأل فقط عن نفسه التي وجدت كيف وجدت وعن هؤلاء الخلق كيف وجدوا فإنت فلسفة من هنا وهناك فما آله أن يكر بأنه لا بد من خالق ولا يمكن أن تكون التي خلقت هذه الدنيا هي الطبيعة فإنه إذا لج في أمر الطبيعة واستمررت معه في هذه القضية فآخر الأمر أنه يسمي الإله طبيعة حينما تناقشه وتحجه في هذا الجانب ستصن أنت وإياه في آخر القضية إلى أنه يؤمن بوجود الله ولكنه فقط يكفر باسم الإله ويسمي الإله طبيعة فالإله عنده لا بد أن يكون خالقا والخالق لا بد أن يكون قادرا ولا بد لأجل الخلق مع القدرة من حكمة ولا بد لإكتمال الخلق وفق الحكمة لا بد من علم فإن الحكيم لا يكون حكيما حتى يعلم وإذا كانت هذه الثلاث في الخالق فأين هي من الطبيعة التي يريدونها هم فإذا ناقشته ونظرته في هذا الباب ومضيت معه فنهاية الأمر وقد فعلت ذلك مع عدد كبير منهم نهاية الأمر أن يقول لا الطبيعة هذه إله خالقة قادرة حكيمة عالمة فقلت له بعد ذلك في آخر الأم تقول له ماذا هذا هو الله الذي نعبده جل في علاه لكنك تكفر باسمه وتجعل أن اسمه الطبيعة والطبيعة لا يمكن أن تسمى بذلك أبدا هذا نوع من أنواع الضلال تعال إلى ما هو دون ذلك ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا وتأمل ذلك في أهل البدع أخي ستجد من المبتدعة من يقوم الليل ولا ينام ومن يصوم النهار ولا يفطر وتجد أن بعضهم وقد رأينا بعض الخرافيين من القبوريين من الصوفية والله أحبتي يسافر فيدخل في غابات لا تدخلها إلا الوحوش ويقطع من سكنه إلى المدعوين مسافات بالكاد تقطعها الطائرات ويمشي على قدميه ويتعرض للأمراض والأخطار وينفق من ماله ووقته وجهده ثم هو يدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل وهل هناك من هو أخسر من هذا عملاء بذل كل ما بذل وفي الآخرة في آخر أمره يدعو الناس إلى عبادة القبور إلى الأضرحة يدعو الناس إلى أن يتعلقوا وأن يعبدوا فلان وعلان ثم آخر عنده ضلال وبدعة في جانب يختلف عن هذا فتجد أنه بلي ببدعة الرفض فيزعم ما يزعم فيما يتعلق بالقرآن وتحريفه وفي السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذم والقدح فيهم ويقع في قلبه من أنواع الخرافات والضلالات ثم هو بعد ذلك يبذل من أجل هذه الدعوة ليله ونهاره وما له وجهده ويناظر ويباحث ويصنف المصنفات وقد لقيت رجلا صنف أربعين مجلدا يفسر القرآن على طريقة الرافضة قبحهم الله قلت له كم أمضيت من سنة وأنت تفسر القرآن يا رجل أمضى أكثر من خمسة عشر عاما يكتب تفسيرا للقرآن ويزعم أنه إنما أراد الإحسان وحينما تقرى فيه والله إن صبيا من صبيان أهل التوحيد يعلم أن هذا المكتوب في هذا السفر الكبير إنما هو باطل وضلال مبين فسبحان الله من الذي ضل هذا حتى قضى عمره في مثل هذا العمل إنه الله عز وجل الذي يقول هنا سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضل سعيه وأنتم تعلمون أناس أخي قد أنفق في إنشاء قنوات فضائية أكثر من مئة مليون دولار أي والله مئة مليون دولار وضعها في قنوات فضائية وهذه القنوات تدعو إلى ماذا إلى الرقص المجون قلة الحياة بل وفيها ما يقارب الزنا الصريح فمن يراها وعنده شيء من العقل يعلم أن هذا من الضلال المبين وكل زنا وكل فجور وكل نظرة حرام وكل فعل حرام بسبب هذه القنوات إنما هي في كفة سيئاته وهي خزي عليه في الدنيا وخزي أعظم في الآخرة سبحان الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسر فسينفقونها ينفقون أموال كدوا في جمعها ثم تكون يوم القيامة حسر على هؤلاء وهذا الذي ينبه الله عز وجل عليه هنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من هو أخسر شيء يا رب قال ذاك الذي ما عرف الحق فجد واجتهد وبذل من ماله ومن وقته ومن صحته وعافيته ولكنه في غير هدى ولذلك أيها الأحباب كان من أعظم ما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى الدعاء الذي علمنا الله إياه في سورة الفاتحة لكنه يدعو بقلبه كما يدعو بلسانه إياك نعبد وإياك نستعي حاذر أخي حاذر أن تقابل ربك وقد فتنت بهذه الفتنة فإن الله عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون حينما يظل إنسان ويسعى في الباطل وفي السوء ويرقض في ذلك إنما والله ضل لشيء في نفسه فتجنب ذلك سلمك الله فإنها أعظم ما يقعو الإنسان فيه من الفتنة يكد الإنسان يبذل يتعب يجتهد بل حينا يريق دمه من أجل هذه القضية يسفك الدم ويقتل في ضلال مبين ولذلك كان أعظم ما ينبغي على كل مؤمن أن يتعلم أن العلم هو الدرجة الأولى التي لا ينبغي أن يتجاوز إلى غيرها إلا بعد أن ينالها ولذلك كان أول ما أنزل الله عز وجل من كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق ولذلك كان أول قسم في القرآن بأداة العلم نون والقلم وما يسترون ولذلك كان الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الله عز وجل له وقل ربي زدني علما فأشرف ما تطلب أخي المبارك هو العلم لكن تعلم ما هو العلم الذي تطلب فإن أعظم علم هو أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى وقد ذكرت ذلك لك ثم يليه العلم باليوم الآخر والجزاء والحساب والعقاب هذا هو العلم الثاني ثم العلم الثالث علم الحلال والحرام فإياك أن تقدم علم الحلال والحرام على علم الإيمان فإنه إذا جاءك هذا العلم علم الأمر والنهي قبل أن يقر في قلبك علم الإيمان والمعرف بالله علمت الأمر فلم تستجب وعلمت النهي فلم تترك لأن موجب الاستجابة للأمر وموجب ترك النهي ليس في نفسك فكان هدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما قالته عائشة هنا قالت أول ما تنزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام بعد ذلك نزل الحلال والحرام قالت ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر ولو نزل أول ما نزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا ألا استترى أخي المبارك أن كثيراً منا يعلم من أوامر الله ويعلم من مستحبات الله ويعلم من نواه الله ويعلم من مكرهات الله ما يعلم ثم لا يجد في نفسه استجابة لأمر الله ولا طلباً لمستحبات الله لأن الإيمان لم يقر في قلبه قبل أن يصل إليه علم الأحكام وكذلك بالنسبة للمنهيات نعلم أن هذا حرام ثم الواحد منا أبرد ما عليه أن يقع في هذا الحرام سبحان الله الله الذي حرم وعلمت أنا أن الله حرم ثم أرتكب ما حرم لما؟ لأن الإيمان ما قر في القلب قبل أن أعلم أن الله حرم وهذه الفتم العظمى التي يحاذرنا الله عز وجل لأن نقع فيها فينتبه الإنسان في تلقيه للعلم إنما أول ما تتعلم سلمك الله أن تتعلم كيف تعرف ربك جل وعلا علم القلب أخي علم الإيمان قال ابن عمر كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم الأحكام نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم الأحكام قال فلما تعلمنا الأحكام ازددنا علما أما من تعلم الأحكام قبل الإيمان لا يزيده العلم بالأحكام إلا جهلا جهلا بالله وجهلا بما يجب لله يكون هذا العلم حج عليه حينما يقابل ربه عبدي ألم يبلغك أني نهيتك عن كذا؟ بلى يا رب ألم يبلغك أن رسولي نهاك عن كذا؟ بلى يا رب فكيف فعلت؟ ارتكبت المنهي لأنه لم يعرف ربه قبل أن يصل إليه أمر ربه جل وعلا ثم قال سبحانه وتعالى ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوة أيها المبارك ينبغي أن تعلم أنه بالنسبة لمن كفر بالله عز وجل إذا جاء يوم القيامة فليس له عند الله حسنة وإنما يؤكله الله سبحانه وتعالى إن كان له حسنات في هذه الدنيا بمعنى إن كان تصدق أو رحم أو أحسن أو صلى وعبد الله عز وجل على ضلاله إن كان فعل فعلا حسنا فإنه يكافأ على ذلك في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن جدعان ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا حبطت هذه الأعمال في الآخرة لأنه تأكل بها في الدنيا ثم كان الجزاء هو جهنم وتنبهنا أن الله عز وجل قال بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوى اتخذوا الآيات واتخذوا الرسل هزوى وهنا أنبهك على أن مسألة الهزو ليست قاصرة بمن يستهزئ بشكل صريح بالكتاب والسنة وإنما هذا له أنواع وألوان وأشكال يقع فيها بعض الناس في هذا العصر من دون شعور فإنه حينا يبلغه أن الله عز وجل أمر بكذا أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا فتجد من حركات جوارحه في استجابته لهذا الأمر أو في تركه لذاك النهي ما يفيد أنه لم يقتنع بهذا فتأتي العبارة كما يقال فيها كذا مكسرة تأتي العبارة في قبوله لأمر الله فيها طلب حيله في اللف على هذا الأمر الصريح منه سبحانه وتعالى فتنبه أخي أن أمر الله عز وجل ينبغي أن يقابل بكمال الإذعام وهذا هو دين الإسلام إنما سمي الإسلام إسلاماً لأجل أنه دين الاستسلام لله فالإسلام هو الاستسلام لله والاستسلام لله هو الاستسلام لنص القرآن ولما ثبت عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فما كان ليس على هذا الوجه فإنه لا يلق بالله ولا برسوله ويدخل حيناً في بعض تصرفات الناس في استهزاء بما أمر الله عز وجل في شأنه وأضرب لك أمثل أخي في الحياة في هذا الجانب بالذات ما يتعلق مثلاً بأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى من أساء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه أوامر صعبة على النفس فالناس في قبولهم لهذا الأمر يكونون على واحدة من ثلاث إما أن يستجيب تماماً ويذعن كما أذعن عمر مثلاً لما أراد أن يبطش بالرجل فقال له من حضر يا أمير المؤمنين إن الله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأعرض عن الجاهلين فاستجاب مباشر عمر وأذعن هنا وانتهى وأرجع الدرة إلى مكانها آخر يقول هذا هو أمر الله ولكني لا أستطيع نفسي ما تطاوع بالأمس جاءني واحد من الإخوة حصل بينه وبين قريبه مشكلة فكنت أمره بالإصلاح وبالعفو والصفح قال والله ما أستطيع أساء إلي إساءة بالغة جداً لا يمكن أن أنساء في حياتي كلها قلت أخي هذا هو أمر الله فاعفوا واصفحوا هذا هو الصبر الجميل الذي تكرر في القرآن قال معلش أنا أعرف والله إن هذا هو أمر الله لكني ما أستطيع أن أصفح عن فلان ما أستطيع فجاءت الدرجة الثالثة هنا وهي ما كنت نبهت عليه أخي أن بعض الناس ليس فقط لا يستطيع ويقر في نفسه أنه لا يستطيع لا وإنما يبدأ يكابر هذا الأمر نقول له الله أمرك بالإحسان إلى زوجتك إيش يقول هي ما تستاهل سبحان الله لا إله إلا الله والله عز وجل حينما قسم النساء جعل في امرأة تستاهل وامرأة ما تستاهل لما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف أراد منك أن تجيب هذا الجواب وهو من نوع قلة الأدب حين سماع النص لا يكون هذا أبدا من مؤمن حينما نقول للزوجة الله أمرك أن تطيعي زوجك فالصالحات قانتات قانتات هنا أي مداومات على طاعة الأزواج الصالحة لا تكون أبدا إلا قانتة مداومة على طاعة زوجها هنا المراد بالقنوط ليس طاعة الله عز وجل لا المراد هنا القنوط على مداومة طاعة الزوجة لزوجها وهذا هو الذي يدل عليه السياق وهذا اختيار أبو بكر الرازي وشيخ الإسلام بن تيمي وجماعة وهو الصواب ولا شك في تفسير الآية فنقول لها لابد أن تطيعي زوجك قالت واللهم عصي ما أقدر وطيعه عشانيش لا يحسن إليه ولا يعرف يتعامل معي ولا يقول لي كلمة حلوة ولا 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 ودخلنا في موازنات الآن يا أخي ويا أختي ليست القضية هنا أن المقابل لك كيف هو لأن الله لم يأمر بموجب حال هذا المقابل لا أمرك أمرا عاما أمرك أن تحسن إليها أمرك أن تطيعيه خلاص فما تبدأ تتهرب عن أمر الله بحجج من هنا وهناك وخذ ما شئت أخي في كثير من أحوالنا ولذلك هنا لما نتكلم عن قول الله عز وجل واتخذ آياتي ورسلي هزوة هذا في أصله في الكافرين ولكن تنبه أن يقع ذلك منك في شيء من أمور الدين قل ذلك أو دق فإن المؤمن لا يملك مع آيات الله إلا أن يسلم لها قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ذاكرنا الصنف الآخر الذي نجى من هذه الفتنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم قال كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنات الفردوس أخي حتى لا تختلط عليك المسائل إذا وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أن يراد بها الجنة التي خص الله عز وجل نعيمها بأهل الإيمان أي بالمقربين بأهل الدرجات العالية والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس كما في الحديث الصحيح فإذا ورد ذكر الفردوس إنما يراد به الدرجة العلية من الجنة وهناك ما هو دون ذلك وليس في الجنة دون لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات هذا هو جزاؤهم لهم جنات الفردوس نزلا النزل في لغة العرب هو ما يقدم إلى الضيف حال قدومه فإذا قدم ضيف عليك فإكرامه بالنزل فالله سبحانه وتعالى يبشر هؤلاء أن أول ما يقدمه الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات أن جنات الفردوس كلها لهم نزل ضيافتهم هذه الجنات العظيمات العاليات في الغرفات ثم يقول سبحانه وتعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الخلود يقتضي عدم إرادة التحول وهذا ظاهر واضح ولكن بما أن الله عز وجل نص على الأمرين فلا بد من فرق وهذه قاعدة في كل ما يتشابه إذا افترق فإنه إذا اجتمع لا بد من وجود الفرق فالله عز وجل ذكر أمرين هنا ذكر خالدين فيها أبدا طيب ثم قال لا يبغون عنها حولا فما الفرق بين هذا وذاك هذا لا بد من بيانه فأما الأول فهو الظاهر المعروف عند الناس خالدين في الجنة لا يبغون عنها حولا لا يريدون أن يخرجوا من الجنة بأي حال من الأحوال هذا هو الخلود الذي نص الله عز وجل عليه في أول الآية هنا أما فيما يتعلق بهمهم في أن مرادات القلب أنهم لا يبغون أن يتحولوا فيا أيها المبارك ينبغي أن تعلم أن الجنة على درجات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن للمجاهد عند الله عز وجل درجات في الجنة ما بين كل درجة ودرجة من درجات المجاهدين كما بين السماء والأرض فدرجة التفاوت بين أهل الجنان عالية ولذلك كان الله عز وجل ينص على ذلك في آيات كثيرة كما نص عليها في آية الغرفات وآية الغرفات أخي المبارك إنما هي لخصيصة أعالي أهل الجنان ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرفات كما تتراءون النجم الغابر في الأفق أوضح لك ذلك الآن لو أننا هنا جلسنا وخرجنا في الخارج وذهبنا ننظر إلى نجم بعيد غابر في الأفق غابر بمعنى أنه في طرف من السماء وفي الأفق في أعلى السماء فننظر إلى هذا النجم البعيد أهل الجنة يتراءون وهم في الجنة أهل الغرفات كما نتراء نحن تلك النجمة البعيدة لأنهم في درجات عالية ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله يقول رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وفاته في المنام فقلت له يا شيخنا أين أنت ودائم هذا السؤال يتكرر على ألسنة الصالحين أين أنت يا إمام اصار عليك قال رفعني له في عليين قال فقلت له وأنا يا إمام وأنا إيش يصير علي قال أنت دوننا مع ابن خزيمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمن خزيمة إمام لا إمة الفقيه المحدث العابد الزاهد الورع الإمام الجبل الذي ملأ الدنيا علما فيقول ابن تيمية أنت من تبعيد بس إنك في منزل أقل مع ابن خزيم أسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم في الغرفات وأن يجعلنا في الدرجات العاليات من الجنة بفضل منه وكرم لا والله بأعمالنا يا رب إنك ولي ذلك والقادر عليه المقصود أن الله عز وجل هنا كتب لهم الخلود ثم لما تباينت هذه الدرجات قد يظن بعض الناس أنه حينما يرى تلك الغرفات أنه يريد أن يتحول من هذه الدرجة التي هي أقل في الجنة إلى الدرجة العالية فيقول الله له إيش؟ لا ما يريد أن يتحول من هذا لا يبغون عنها حوالا هو في مكانه الذي جعله الله عز وجل له وأرضاه الله سبحانه وتعالى حتى مع وجود من هو أعلى منه منزله فهو لا يريد أن يتحول عن مكانه فأرجو أن يكون هذا واضحا في الفرق بين أول الآية وختامها فالأولى في الخلود في الجنة وأما الثانية في التحول عنها أو في التحول من مكان فيها إلى مكان آخر فأنت إذا كتب الله عز وجل لك أن تكون في درجة الشهداء أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل إذا كتب الله لك شهادة في سبيل الله فكنت في درجة الشهداء طيب هناك ما هو أعلى درجة صديقين أنت في درجة الشهداء قد رضيت لا تريد ولا تبغي عن مكانك تحويلا طيب أنا أعرف أن هناك من هو أعلى مني لكن الله قد أرضاك وملأ قلبك سكينة ورضا وطمأنينة وسعادة وقناعة بما أنت فيه واحد في أقل درجات الجنان وهناك من هو في أعلى درجات الجنان هذا الذي في أدناها لا يريد أن يصعد إلى الذي في أعلاها الله عز وجل رزقه القناعة لا يريد أن يتحول من مكانه كما قال الله سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هذا ذكر لعظمة كلمات الرب سبحانه وتعالى والله عز وجل هنا في آخر السورة يقلب المسامع بين عدد من الآيات فتارة وعد وتارة وعيد وتارة ذكر وفكر وأما الذكر فحينما نبَّحك الله عز وجل إلى الفرق بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وأما الفكر الفكرة فهي في هذه الآية أن تتفكر في الله وفي كلماته ألست تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق وأن ما من شيء يخلق إلا بكلمة من الله الله يقول للشيء كن فيكون كما هو نص القرآن فأنت تؤمن بذلك فتعالى سلمك الله فتأمل في كلمات الله الكونية هنا الله عز وجل يقول قل لو كان البحر أي بحر لا ندري وأن هنا جنسية وليست عهدية لأنه ليس هناك عهد سابق وإنما هي جنس والجنس يستغرق كل ما دخل عليه فمعنى الآية قل لو كان كل بحر مدادا لكلمات الله هذا معنى أنها جنسية تريد الفرق بين العهدية والجنسية أدخل كلمة كل فما صح أن يوضع مكان الكل فهي جنسية استغراقية ما لم يصح فهي عهدية ولذلك مثلا الحمد لله رب العالمين نقول الحمد لله إيش جنسية لما ضع قبلها أو في مكانها كل فتقول كل حمد لله في مكانها يصح أن توضع كل كل حمد لله رب العالمين هنا لو كان البحر ليس بحرا محددا لو كان كل البحار ولذا هذه الآية أعظم من الآية الأخرى التي فيها ذكر ماذا سبعة أبحر والبحر يمد من بعده سبعة أبحر فهذه الآية أعظم لأن هذه في مطلق البحار وتلك في سبعة أبحر وإن كانت السبعة هناك للتكثير ولكنها قد أنيطت بعدد أما هذه فلم تنط بعدد وإنما أطلقت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي مداد بمعنى حبر تكتب بها هذه الكلمات كلمات ربي الكلمات هنا مقصود بها الكلمات الكونية فالله يأمر فيقول أعطوا فلانا ولدا أعطوا فلانا مالا أمرضوا فلان ليقع على الناس كذا أنزلوا على المدينة الفلانية مطرا زلزلوا الأرض الفلانية أوامر لله عز وجل فهذه الأوامر الكونية كل حركة في الكون لابد لها من أمر كوني كل حركة فأنا حينما أحرك يديها كذا فلن أحركها إلا بأمر فالله أذن وأمر سبحانه وتعالى جل وعلا ولذلك أيضا كل حركة هي مصطرة في اللوح المحفوظ هذا من أعجب ما يكون وحينما يتصور العبد أن أوامر الله عز وجل نازل في كل خلق يخلقه وكل فعل يريده سبحانه وتعالى فيتصور ماذا يعني أن يقول الله عز وجل مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لو جئنا ببحار مدد لهذه البحار واستمر هذا المدد إلى ما لا نهاية فإن البحار تنفد وكلمات الله لا تنفد جل وعلا وهذا من المعلوم المتيقن عند أهل العلم عند أهل العقيدة أن الله عز وجل لم يكن معطلا عن الفعل ولا يكون معطلا عن الفعل أبدا فأفعاله وأقواله سبحانه وتعالى كانت وتكون فالله هو الأول وهو الآخر فالخلق مهما كان منتهي أما أوامره جل وعلا فلا تنتهي ولذلك قال سبحانه وتعالى في هذا المثل العظيم لو كانت هذه البحار مداد لكلمات الله لنفد نفد بمعنى انقضى وانقطع على خلاف نفذ نفذ بالذال تختلف عن أي نفذ فالمقصود هنا نفذ أي انقضى وانقطع أما نفذ بالذال فهي من النفوذ واضح الفرق بينهما قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ختمت هذه السورة العظيمة بهذه الآية العظيمة جدا فإنها تتحدث عن عبودية بشر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر عبد الله يوحى إليه أنما هو سبحانه وتعالى إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فلابد له من أمرين فليعمل عملا صالحا ويختم حياته بأن لا يشرك بعبادة ربه أحدا وقد تكلمنا عن أن ختم السورة بالتوحيد لأجل أن يختم العبد حياته بالتوحيد الذي لا يبقى معه آثر لأي فتنة فإن حسنة التوحيد ما هي لكل خطيئة كبيرة كانت أو صغيرة أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يجعل سورة الكهف حجة لنا لا علينا اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا اللهم شفعها فينا يا كريم اللهم شفعها فينا يا كريم اللهم شفعها فينا في يوم القيامة يا كريم يا رحمن اللهم اجعلنا وأهلينا ووالدين وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأحبابنا اجعلنا جميعا من أهل سورة الكهف اللهم حببنا إليها وحببها إلينا اللهم إنا نسألك من نورها وهدايتها اللهم إنا نسألك من حفظها وحمايتها اللهم احفظنا بها أحياء وأمواتا اللهم احفظنا بها صغارا وكبارا اللهم احفظنا بها يا كريم يا منان يا عظيم بأن تجعلنا ممن يتعلمها ويتدبر آياتها ويعمل بموجب أوامرها وينتهي عن نواهيها اللهم إنا نعوذ بك بسورة الكهف أن تنالنا فتنة في الحياة الدنيا اللهم أدخلنا قبورنا غير مفتونين رب لا إله إلا أنت نسألك بأسمائك العظمى وصفاتك يا من بيده الأمر يا من لا يعجزه شيء يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم اقذف في قلوبنا نورا من سورة الكهف اللهم نور بها أسمعنا وأبصارنا وألسنتنا اللهم نور بها بيوتنا ومساجدنا اللهم نور بها أعمالنا ومكاتبنا اللهم نور بها قبورنا ونور بها يوم نقف على صراط ربنا اللهم نور بها يوم نرتقي في الجنان يا كريم يا رحمن إلهنا لا إله إلا أنت اللهم يا ربي يا عظيم يا حي يا قيوم هؤلاء يا حبتي حبستهم في هذا المكان الطيب المبارك يستمعون إلى تفسير آياتك فاللهم إني أسألك لهم أنت يجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم بارك لهم في كل ما آتيتهم بارك لهم في أولادهم وذرياتهم بارك لهم في أموالهم وأعمارهم بارك لهم في كل ما رزقتهم اللهم يا حي يا قيوم من كان منهم مريضا فعجل بشفاءه ومن كان منهم مديونا فعجل بقضاء دينه اللهم ربنا أنزل علينا جميعا في هذه الساعة رحمة من عندك اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك بسورة الكهف وبكتابك العظيم أن تنزل علينا في هذه الساعة رحمة من عندك تنقلنا بها جميعا من الضلال إلى الهداية ومن الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة اللهم رحمة من عندك تجعلنا بها من أهل القرآن ومن أهل تدبر القرآن ومن أهل تدبر سورة الكهف ومن أهل فهم آيات سورة الكهف اللهم ارزقنا منها علما واسعا اللهم اغرس بها في قلوبنا إيمانا تاما اللهم إنا نسألك منها يقينا لا شك معه يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا إله إلا أنت أسألك للقائمين على هذه الدروس الطيبة المباركة على دورة الأترجة في هذا الجامع الطيب المبارك اللهم اجزهم عنا خير الجزائي في الدنيا والآخرة اللهم بارك لهم في ذرياتهم وأعمالهم وأموالهم وبارك لهم فيما بذلوه من الجهد وفيما بذلوه من الوقت اللهم ربنا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم اجزهم عنا في الدنيا والآخرة خير ما جزيت أخاً عن إخوانه اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت أخاً عن إخوانه يا رب العالمين اللهم وأسألك لمن أذن بهذه الدروس لمكتب الدعوة في هذه البلدة الطيبة في مدينة بريدة ولوزارة الشؤون الإسلامية لوزيرها ولعموم موظفيها ولأمير هذه المنطقة ولمحافظ هذه المدينة ولكل من تولى فيها ولاية أن تجعلهم جميعاً رحمةً على الناس أينما حلوا وحيثما كانوا اللهم اجعلهم يا كريم مباركين اجعلهم يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم ممن أرضيت عنهم فأحللت عليهم رضوانك في الدنيا والآخرة إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائل ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك اشتركوا في القناة